السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي طلاب ربع ابتدائي رجعت لكم تاني مع يونت ايت اللي رحلات تمنى لسن وان من كتاب كونكت بلاسترم التاني بعنوان او مهرجانات مهمة او احتفالات مهمة اول حاجة عادية تسمعها تقليد اسمعه تقليد اسمعه تقليد اسمعه تقليد اسمعه ترادشنال مش ترادشنال اغطول ترادشنال ترادشنال عيد او مهرجان اسموه فستيفل فصل الربيه مصريين وقدماء خلق اسمعه يخلق او يبتكر خدناها قبل كده الخلق نفسها خدنا كريات وكرياتيف اللي هو مبدع اللي هو الخلق اللي هو الخالق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى باشيلي اي او اني دي يحطوا ما كان او ار بس كده يبقى اسمعه ايه يعني الخالق الخالق نفسه يعني الطقس يعني ماشمس دافئ العب في الملاهي اسمعه رايدز رايدز سانرايز اللي هو شروع الشمس سانسيت اللي هو غروب الشمس سانرايز سانسيت سانرايز سانسيت يعني حلم طبق او اكله اسمعه تش ممكن اقولها على طبق اللي هو الطبق الغويت او واجبة او اكله قول عليها ديش زي ما قلنا مثلا ايه كوشري از ايجبشن ديش هو مش طبق مصري هي واجبة مصرية فاقول ايه ديش اللي هي الحقيقة جامعها احتفالات سيليبريشنز 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 نوعظر ان الحاجات دي احنا ارد انها في الكنيكتة فا收看 써 보세요 ان احنا حنيراجع على كلمات الكنيكتة اوع في نفس الوقت مش هنحفظ كلمات الجديدة مش هنطار نحفظ كلامات جديدة عشان ايه ك �ي ضمنات فيش ايه وليه ما اسمهاها فيست 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 او هج بينش outside بينش اللي هي فارد الحج بينش 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 اللي هو الفانوس معناها فانوس او مصباح المصباح بتاع زمان اللي كان بتشال في ايد ده هتلاقي يا بابا وامما فيه حاجة اسمها كان اسمها زمان كان بتشال في الايد كده كان بيشتغل بالجاز او البنزيم او كلام من ده ده اسمه لانترن او الفانوس بتاع رمضان برضو اسمه لانترن طيب يحتفل ما دي مارك مارك يعني علامة ولها معنى تاني لا يعني يميز عاو يعلم على حاجة اسمها مارك برضو الماضي بتاعها ماركد ماركد فاند别 اضع مافيش اض دي فاند يجهز او يعد المنى بتاعه فاندпер هول هنا قلت اضع lle متى قلت الكتب يعني وكذا فبايل يغلي بايل بايل يجعل مدى يعني استمر المدة يعني استمر المدة معناه يضحي ساكريفايس ساكريفايس ما دي ساكريفايزد مش فايسد برضه ساكريفايزد فايسد ساكريفايزد ساكريفايزد يعني وزا ماضي جيف اوت يرتدي مش weir الماضي بتاعها war كم اب هي بتساوي يعني اشرق الماضي بتاعها came up تغيب go down اللي هي بتساوي تغيب الشمس بق اسمها go down الماضي بتاعها went down الماضي بتاعها went down الماضي بتاعها went down يعني يلزق الماضي stuck معناها الماضي بتاعها stick اللي هو لزق او ملزوق يعني مثلا ايه مثلا ايه مزنوق في حاجة او مش عارف اطلع من حاجة يقولك ايه stuck فبتيجي الصفة وبتيجي الماضي تاعها hung طيب عيد الفصح القبطي اسمه coptic easter coptic easter يستاعد get ready get ready عند شروق الشمس at sunrise يازف موسيقى play music play music بالوان مختلفة in different colors in different colors منتصف يوليو اسمه mid july mid july mid july y-d-d-l-e فادي اختصار بدا المؤول middle كل دي هم ايه mid بس طيب يقضي وقتا spend time وبقضي وقتا يعني مثلا ايه i spend time reading او i spend مثلا my time reading بقضي وقتي في القراءة i spend my time watching tv مشاهدي التلفزيون i spend my time studying بقضي وقتي في المذاكرة وهكذا glass jar جار يعني برطمان و glass يعني إزاز glass jar برطمان إزاز on the side يعني على الجانب electric candle يعني شامعة كهربية اللي هي بتبقى عاملة زي الشامعة كده بس بتشتغل بحجارة او بكهربا الشامعة بجدية front door يعني الباب الامامي front door front يعني امامي و door يعني باب front door make a lantern يعني يعمل مصباح او فانوس يصنع فانوس يعني Islamic festival قلنا قبل كده هي بتتنطع islamic بس انا مش هنطعها islamic هنطعها islamic لان اسمها اسلام واسمها islamic Islamic festival يعني عيد اسلامي Islamic festival love بردو بيجي بعدها ing اي فعل عموما اي فعل اي فعل بيجي بعده فعل تانى بحط الفعل التانى ing اما لاقل فعلين ورى بعضها على طول بحط الفعل التانى ing معادة heelp وكم كام فعلة كده بس المتداول اكتر الو mean help help يجي بعدها فعلة في المصدر help two فعلة في المصدر او help بس فعلة في المصدر برضو رما لمعظم الافعال love like معظم الافعال اللي احنا بنستخدمها لما لقي جاي وبعدها على طول فعلة تاني بحط الفعلة تاني بس من غير تو من غير اي حرف جري يعني الفعل هو لازق فيه فعلة تاني فبحط الفعلة تاني يعني اقول لك مثلا I love reading بحب القراءة I love playing بحب اللعب I love eating بحب الاكل وهكذا طيب قال لك بها شوية definitions I like celebrate I like to spend time with others الاحتفال او يحتفل انك تقدي وقت مع الاخرين Being happy انك تبقى مبسوط and having fun with Stamtha Grateful معناها ممتن او شاكر قال لك feelings that you want to thank someone تحس او احساسك بانك عايز تشكر حد دي معناه grateful يعني مثلا بابا جاب لك هدية اماما جابت لك هدية فانت grateful يعني انت عايز تقول لها شكرا فرحان ومبسوط منها كده فعايز تقول لها شكرا دي اسمها grateful prayer الياس الصلاة قال لك important words كلمات مهمة which you say to give thanks or ask for help بتقولها عشان تشكر او تطلب المساعدة والمفروض طبعا from Allah من ربنا لان انا مش هصلى لربنا يعني فالمزاود عليها كده from الله اللي هو انك بتشكر ربنا او بتطلب حاجة منه give out معناها يقطي قال لك to offer something انك توزي حاجة لحد او تدي حاجة لحد fairgrounds اللي هي الملاهي او لسحات الالعاب قال لك an open area of land where people can enjoy rides مكان مفتوح او ارض مفتوحة الولاد بيروحوا يلعبوا فيها او الناس بيروح يلعبوا فيها ويقوموا الالعاب بتاع الملاهي sunrise الوشوق الشمس قال لك when the sun comes up in the morning لما الشمس بتطلع الصبح sunset الورب الشمس when the sun goes down when at night لما الشمس بتنزل بالليل طيب القطعة بتاعتنا عن shaman isim واخدنا shaman isim ده برضو في connect في الوحدة التاسعة تقريبا او التامنا مش فاكر في الترم التاني برضو فبرضو القطعة هنا بتتكلمها عن shaman isim وعيد الاضحى ده التانيك هتعيد الفطر و shaman isim النهاردة عندنا shaman isim بقى وعيد الاضحى طيب قال لك I love celebrating shaman isim انا بحب الاحتفال love وجاي بعدها celebrate يحتفل فطبعا love فعله و celebrate فعله فحطنا الفعل الثاني ing by celebrating I love celebrating shaman isim with my family بحب الاحتفال او بحب الاحتفال بشامن isim مع عائلتي the festival is for the start of spring and it's very old الاحتفال ده بنحتفل فيه ببداية فاصلة ربيع والاحتفال ده قديم جدا زي ما قلنا كده is the oldest Egyptian festival اقدم احتفال في مصر اللي هو shaman isim the ancient Egyptians also celebrated it قدماء المصريين الفراعنا كمان كانوا يحتفلوا به as the festival of creation and new life كاحتفال بالخلق والحياة الجديدة shaman isim is always on the same day as as the coptic easter monday بيقى دائما في نفس اليوم اللي هو يوم الاتنين اللي بيجي بعد عيد الفصحة because it's the start of spring لانه هو بداية فاصلة ربيع the wizard at shaman isim is usually sunny and warm الجو بيبقى معظم الوقت سني مشمس ودافي i always wake up at sunrise انا دائما يوم شام من اسيم بصحة الصبح to get ready عشان نبقى جاهز lots of people go with their family to meet friends in parks, gardens or beaches معظم الناس بيروح عشان يقبلوا صحابهم في الحضائق العامة او الحضائق الخاصة او على الشواطئ we eat lots of nice food and play music and games بناكل اكل كويس وبنلعب العاب مع بعض وبنلعب موسيقى وبنلعب العاب مع بعض sometimes there are fairgrounds with rides for children بيبقى في مدن ملاهي او مناطق ملاهي للاطفال they are a lot of fun والحاجات بيبقى لطيفة جدا before the day of the festival اليوم اللي قبل الاحتفال we spend time preparing lots of different traditional food بنقضي وقت طويل بنجهز في الاكل التقليدي بتاعنا often until sunset غالبا لحد غروب الشمس we also boil eggs بنغلبيض then paint and decorate them in different colors to make them look beautiful بعد كده بنسلوق البيض boil معناها يسلوق اوير لي فحنا بنسلوق البيض وبعدين بعد ما بتسلق بناخد البيض ده بنلونه ونزينه بقى الوان مختلفة عشان يبقى شكله حلو وجميل بعد كده عيد الاطحى قالك عيد الاطحى usually lasts for 4 days عيد الاطحى بيبقى 4 ايام عيد الفطر 3 يام بس عيد الاطحى 4 ايام and it's a very important Islamic festival وده احتفال اسلامي مهم جدا it celebrates the time when ابراهيم listened to god in a dream بيحتفل باليوم اللي ربنا اوحى به لسيدنا ابراهيم لما قال سيدنا ابراهيم قال ابنه اني ارى في المنامة اني اذبحك قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين كان سيدنا ابراهيم شاف الرؤية ان هو بيتبح ابنه رؤية الانبياء صادقة sajb oud ma وماذا الانبياء رؤياهم وح ي يعني رؤيا الحلم اللي الانبياء بيتحلموه ده بيبقى وحي من ربنا فسيدنا ابراهيم شاف المنام ان هو ازبح ابنه سيدنا اسماعيل هذا تعنى أمر من ربنا فرح لابنه قال له يا ولدي اه اني رؤيته بالما اه شفت في المنام الى ابا تباحك مش فاكر الاي بالزبط يعني قال يا ابا تفعل ما تقمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين قال له يا ابو اعمل اللي ربنا امرك به وانا هزبر فعلا سيدنا ابراهيم خد سيدنا اسماعيل عشان يتبحوا وساعتها نزل كبش من السماء فداءا لسيدنا اسماعيل يعني ربنا فدى سيدنا اسماعيل وكان اختبار لامان سيدنا ابراهيم وابنه وهما الاتنين نروحوا في الاختبار يعني فربنا نزل الكبش ده من السماء وسيدنا ابراهيم دبح الكشف الكبش ده بدا ما يتبح ابنه ومن ساعتها بينا بنحتفل كل سنة في عيد الاطحى بالتضحية اللي احنا بنعملها عشان كده بنسموه اضحية بنضحي باي حيوان مش اي حيوان يا مش هنجيب كلب بنضحي باي حاجة اتاكل يعني معزة خروف بقرة جاموشة كل واحدة على حسب مقدرته يعني المهم هي دي لما سيدنا ابراهيم استمع لربنا في حلم في عيد الاطحى ده معظم الناس بيضحوا بخروف احنا زي ما قلتلك خروف معزة بقرة جاموشة جمل كل واحدة على حسب مقدرته يعني فمعظم الناس بيضحي بخروف وبياكل اللحمة بتاعتها في طبق تقليدي او طبق معتادة عندنا في مصر اسمه الفتة وكمان بنوزع لحمة لعيبنا الاتنا وصحابنا ديرانج عيد الاطحى خلال او اسناء عيد الاطحى بنروح الجامعة عشان نصلي and we are grateful for all the good things in our lives وبنبقى ممتنين مشاكرين لربنا على كل حاجة حلوة ومدالنا في حياتنا we wear our best clothes for the celebrations and we visit our family and friends بنلبس احسن ندوم عندنا عشان الاحتفالات دي وبنروح نزور ارائبنا وصحابنا we give each other presents بندي عدايا البعض and we have a feast together وبنعمل وليمة ونعودنا كلها مع بعض عيد الاطحى is during the month of zulhijja when muslims go to the hajj pilgrimage عيد الاطحى ده بيبقى في شهر zulhijja لو يوم عشر zulhijja بنصوم اول تسعة ايام واليوم العشر ده بيبقى يوم العيد وبيبقى المسلمين في الوقت ده بيبقوا في قدوا فريدة الحج طيب بعد كده بيتكلم عن رمضان فاقول لك ايه this year for ramadon i made a special lantern عملت فانوس مميز جدا i washed a glass jar جسلت برطمان ازازة زي اللي احنا شايفينه ده and stuck some colored paper on the side ولزقت stuck الماضي من stick لزقت شوية ورق ملون على الجناب بتاعته my mom gave me a small electric candle to bottom side ممتددتني شمعة كهربية تشتغل بالحجارة يعني صغيرة حطتها ده برنامج البرطمان ده i hung it up i hung it on the front door of our house وعلقته قدام الباب الرئيسي او الباب ال قدام ما دخل الباب بتاعنا it's pretty and bright in the night time بيبقى شكله جميل ومضيق قوي براق في الليل هنا أقول أجديدين معلومة جديدة the ancient Egyptians had many festivals المصرين وقدماء كان عندهم اكتر من احتفال ويبت رينبت مش عارف ايه ويبت رينبت ده was a festival marking the beginning of a new year كان احتفال ببداية السنة الجديدة it's celebrated the first flooding of the Nile كان بيحتفلوا بأول فيضان لدنيل the ancient Egyptians celebrated it around mid July كان بيحتفلوا بيه تقريبا في نص شهر ياليو طيب نيكيبقى على الأسئلة بيقولك people paint and decorate eggs during شام نسيم ايوه بيدي نوه لو نوه في شام نسيم during عيد الأطحى people don't eat or drink anything between sun sunrise and sunset لا في عيد الأطحى مفيش صيام أصلا يوم العيد غلط هو before عيد الأطحى الناس بيصوموا وما في عيد الأطحى لا محدش بيصوم people go to the mosque for prayers during during عيد الأطحى نسبة تروح تصلي في العيد اه طبعا شام نيسيم celebrate the start of summer لا the start of spring مش summer يبقى طبعا غلط اه هنا بيقولك correct the false sentences كمان صح حال غلط طيب during عيد الأطحى people eat a feast او people eat nice food مش ما بيصوموش خالص وانا طبعا اقول spring طيب people give me to family and friends during shamanesim لا during عيد الأطحى مش shamanesim ودي طبعا غلط وهشيل shamanesim وكتب فيها عيد الأطحى طيب بعد كده التدريبات بتاعت الدرس ده هو درس طويل شوية معلش shamanesim marks the beginning of طبعا قلنا shamanesim بداية ايه فصل الربيع we give out ايه في عيد الأطحى عيد الأطحى بتاعت اللحمة بنوزع في ايه اكيد لحمة يعني 100 shamanesim is always on shamanesim بيبقى امتى طبعا قلنا ايه monday يوم الاثنين اللي هو يوم الاثنين اللي بيجي بعد عيد الفصحة لطول i always wake up at بصحة امتى sunrise ولا sunset ولا afternoon ولا morning هو اولى من فاشة at morning ولا at afternoon in the morning و in the afternoon طبعا ممكن حد يقول لي طب ممكن اصحة الصبح او اصحة الشروع بس انا بقولك برضو ممكن اقول in the morning او in the afternoon ومن فاشة at morning ولا at afternoon فاضلك مين sunrise و sunset بصحة امتى sunrise شروع الشمس طيب بقات عيد الاطحة people sacrifice الناس بيضحوا بايه monkey لا طبعا استغفر الله العظيم يا رب cat لا طبعا استغفر الله العظيم يا رب bird لا طبعا مينفعشوا تيور لازم ايه حيوانات طبعا قلت لك ايه goat cow buffalo camel اي حاجة بتتاكل اي حاجة من الحيوانات اللي هي زواطة الاربع يعني بتمشي على الاربع رجلين وبتتاكل طيب we go to the mosque for بنعمليه في الجامع طبعا مش هنحتفل في الجامع ومش هنلقع في الجامع ومش هنروح عشان الفلوس طبعا for prayers عشان نصلي we should be a to Allah for all the good things طبعا we should be grateful لازم نكون ممتنين وشكرين لله او ان شكرتم لازيد انكم طيب i make a special lamp ولا light ولا lantern ولا jar رمضان بنعمل له ايه فانوس رمضان معروفة دوة فانوس رمضان لازق بعضها كده lantern we put celebrated flooding of the طبعا كانوا محتفلوا بحطة ايه فايضان النيل i went to the school or playground or fairgrounds or library and enjoy many rides طبعا العاب الملاهي انا احتفل بها في مدينة الملاهي بفيل fairgrounds طيب celebrate to offer something ولا where people can enjoy rides ولا to spend time with others and have fun ولا words you say to give thanks or ask for help طبعا ايه spend time with others give out انك توزع to offer something grateful طبعا اللو ايه grateful اللو ممتن words words you say كلما اللي انت بتقوله to give thanks or ask for help انك تشكر ربنا او تطلب من المشاهدة fairgrounds قالك where people can enjoy rides ملاهي للناس بتركب فيها لعب الملاهي طيب fill in the spaces with املى الفراغات يعمل حق عيد الاضحى usually a for four days طبعا ايه lasts four بيمتد او بيستمر المدة اربعة ايام many people a achieve and eat traditional dish called feta طبعا ايه sacrifice بيضحوا بخروف ويحتفلو بيعملوا اكل الفتة we go to the mosque for طبعا بروح الجامعة عشان نصلي مشان نعمل حاجة تانية في الجامعة طيب القطع الى بعد كده كلم عن شام النسيم فهي نفس القطع فانأراها بأبس من ركتها جمال مراتي بعد كده يسيدي قو باقة شامنس يم آلوز قمز أون ايه ماندي ايه فيين 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 ماندي ايه طبعا هيستمتعوا فيين في المدرسة لأ المدرسة بنتعلم فيها عيب يا اولاد خصبتال بنتعليج فيها عيب يا اولاد برضو فير يعني معرض فطبعا هو فير جراوند اللي هو مدينة الملايه فير لوحدها انا معرض ولو جد صفة معناها عادل واحد عادل يعني بيعادل بين الناس وقد ده شامنس يم مارك شامنس يم بيرموز لايه بيرموز لايه او بيرموز لايه اللي هو طبعا بس ليه بديل جابت السؤال لكم تلاتة سؤال لكم اربعة سبحان الله وبص رقيتها قدامي اه موازم الوقت مش مس ودافي بعد كده عايزين نعمل بقى بارغراف عن خمسين كلمة عن الفانوس بتاعك رمضان برضو ممكن ناخد من القطعة افكار ونكتب طريقتنا ممكن نختار الكلمات اللي عندنا دي ونكتب طريقتنا برضو رمضان يعني مثلا نفسه في رمضان رمضان is very special for me مثلا I made a lantern by using a jar I melt a lantern by using jar I put an electric candle in it حطت في شمعة كهربية I hung up on the front door علقته على الباب الأمامي للشقة It was very pretty وكان شكله جميل خذ الكلمات اللي قدامك مع الأفكار اللي احنا قلناها في القطعة وقلف انت يا باشا وزبط لي جملة كده وزي ما قلت لكم قبل كده اللي محتاج يبعط لي أو العمل حاجة ومحتاج يتأكد منها يبعط لها الواتساب وانا هرجعها مع ان شاء الله وقال له لو فيها اي مشكلة وكده يكون خلص الدرس الاول في الوحدة التامنة كنكتب لها سترمي التاني يا رب يكون الدرس عجبكم وما كونش طولت عليكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب ولو حد عنده سؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته